السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا كل بسمعني معكم الأستاذ الصفاء من القناة تيتيوب اللي بسمعنا الأول مرة عجب الفيديو مينساش اشترك وفعلنا الجرس اليوم بإذن الله حل أنتج كتابيا صلاط 56 في اللغة العربية للسنة الخامسة وعندنا أيضا حل أنتج مشافهة في نفس الصفحة يعني حل أنتج كتابيا وحل أنتج مشافهة نقرأ أولا حل أنتج كتابيا أكتب فقرة من ثمانة أسطر تبين فيها مآثرة شخصية بارزة حققت نجاحات في المحافل الدولية مستعملا فعل مضارع منصوبا أو مجزوما وفعلا مضارعا مبنيا للمجهول يعني الفقرة ثمان سطور نحاول نلتزم بقدر الإمكان نلتزم بالمضلوب بما هو مضلوب فقرة يعني مقدمة وعرض وخاتمة ثمان سطور ثمان سطور يجب أن نوظف فعل مضارع منصوب أو ميزوم واحد منهم وفعل مضارع مبنيا للمجهول ماذا نكتب في الفقرة هنتكلم عن مآثر شخصية هنتكلم عن شخصية بارزة أو شخصية عظيمة بارزة حققت نجاحات في المحافل الدولية أنا ذكرت هنا مفدي زكريا مقدمة في البداية مقدمة أترك بيض مفدي زكريا من الشخصيات العظيمة التي حققت نجاحات في المحافل الدولية إلى هارض أترك بيض مسافة كلمة مفدي زكريا من شاعرا عظيما ولد من منطقة ميزاب بمولاية غداية يلقب بشاعر الثورة وانضم إلى العمل السياسي والوطني وكان منضلا وتعرض للسجن عدة مرات وتغنى بالجزائر وقصائده تحث على الثورة وسافر إلى تونس فكان عضوا نشطا في جمعية مسلم شمال إفريقيا والمغرب ومن إنجازاته كتابته النشيد الوطني قسما وكان له مساهمات شعرية في العديد من الصحف العربية ولهو مؤلفات عديدة وأيضا تقلض العديد من الأوسمة والجوائز خاتمة الموضوع يجب أن نفتخر بهذه الشخصية يجب أن نفتخر بهذه الشخصية لأنها تركت بصمع الحياة الثقافية والسياسية كلمت عن مفدي ذكرية لو ما نديكم شخصية أخرى ممكن تتكلموا عن أي شخصية عظيمة حققت نجاحات في المحافل الدولية نحاول بقدر مكان نلتزم بالمطلوب عندنا فقرة يعني مقدمة وعرض وخاتمة 8 سطور نحاول نصغر خطنا 8 سطور يعني إذا إذا وجدتم خطكم كبير تحاولوا وتلخصوا أو ممكن تصغروا خطكم هنتكلم هنا عن شخصية مفدي ذكرية واستعملنا أو وظفنا فعل مضارع منصوب أو مجزوم عندنا نفتخر فعل مضارع منصوب نفتخر فعل مضارع منصوب وعندنا يلقب فعل مضارع مبني للمجهول يلقب وظفت الاثنين ده الموضوع الأولاني عن مفدي ذكرية ترجمة نانسي قنقر المصيد حل رفق نتج المشافة لم نوع 56 لاحظت كل مما رفقت والدك او والدتك لاختناء المشتريات انه يحرص على شراء المنتوج الوطني دون غيره فسألته عن السبب اخبارك اه عفوا اخبر زملائك بما قاله لك والدك مستعمل قاد والدة وفاء السببية اه اه حنتكلم عن المشتريات الوطنية المنتوج الوطني واسباب شراء اه والدي او والدتي اه المنتوج الوطني دون غيره واجب ان نوظف قاد والدة والفاء السببية مقدمة لاحظت كلما رافقت والدي او والدتي اقتناء المشتريات انه يحرص على شراء المنتوج الوطني دون غيره فسألته عن فسأل آآ فسألته عن السبب ثم اخبرت زملائي بما قاله العرض هتكلم عن آآ اسباب آآ اسباب التي اه اه اسباب التي جعلت والدي يقوم بشراء المنتوج الوطني انه 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 يقبل على شراء المنتوج تشيعا له وحبا تشيعا له حبا الوطني حتى لا يتعرض المنتوج الاندثار والاهمار لتأخر مسيرة التنمية والازدهار الوطني ولذا يجب تشجيع جودة المحلي خاصة ذات الجودة العالية والسعر الاقل ومخالفة كل من يشتري المنتوج الخارجي تباهيا بالرغم انه قد يكون اقل جودة اضع نقطة الخاتمة اه دعم المنتوج الوطني يشجع على الابتكار وله دور كبير وله دور كبير اه في دعم اقتصاد وطني وفي دعم اقتصاد وطني والطوري ده الموضوع الثاني اه توظيف عندنا قد ووظف قد ولذا وفاء السببية نضع خط تحت قد في عندنا فاء السببية الفائه فسألته وعندنا لذا وعندنا قد وظفنا الثلاثة اه يا رب تسابدوا من الفيديو اشكركم شكرا جزيلا لحضراتيكم لعجبكم الفيديو متنسناش بالاشتراك واللايك ومن ثالي القناة كانت معكم استاذ صفاء من قناتي تيديو قدمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة